دكت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية تجمعات لمرتزقة العدوان في معسكر الوامية وخمسة عشر في مدينة الحزم بمحافظة الجوفة مصدر عسكري أوضح أن القوة الصاروخية للجيش واللجان استهدفت بصليات من صواريخ الكاتيوشة تجمعات المرتزقة بمعسكر الوامية وخمسة عشر والمجمع الحكومي بمدينة الحزم المصدر أكد أن الصواريخ أصابت أهدافها موقعة قتلى وجرحة في صفوف المرتزقة كما دكت القوة الصاروخية للجيش واللجان تجمعات لمرتزقة العدوان بمنطقة الجر شرقي مدينة الحزم بصلية من صواريخ الكاتيوشا وأصابت هدفها موقعة قتلى وجرح في صفوفهم كما تم استهداف تجمع للمرتزقة في منطقة وقز بمديرية المصلوب بصلية صواريخ كاتيوشا فيما استهدفت المدفعية تجمعا للمرتزقة في معسكر السلان بالمحافظة وشهدت سيارات الإصعاف تهرعوا إلى المكان